مركز الإبداع والتكنولوجي وريادة الأعمال التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعلن عن أسماء الفائزين في الدورة رقم 41 من مسابقة ستارتت المسابقة دي بتتنظم كل ثلاث شهور وبتستهدف رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللي بيشتغلوا على تحويل أفكارهم لشركات نشاء الحقيقة الأفكار اللي معنا النهاردة يا منا أفكار اللي فازت في المسابقة مميزة جدا ومشروعات جديرة بالإشادة والتقدير الفكرة الأولى عبارة عن محرك بحث زي جوجل كده بس محرك بحث مصري اسمه ريدفكس وده محرك بحثي متخصص بالدكاء الاصطناعي الفكرة التانية هي فكرة تطبيق خاص اسمه H&E EV Network وده تطبيق مخصص لشحن السيارات اللي بتشتغل بالطاقة الكهربائية تفاصيل أكتر عن المشروعات والشركات الناشئة خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورنا في الستوديو المهندسين المشرفين ومنورنا المهندس أحمد علي والمهندس هيسم نبيل صباح الخير على حضراتكم صباح يا روح حضرت وألف مرحب بداية نفوز بالمسابقة دي الله يبرك حضرت هبتدي معاك بشمهندس أحمد ومحرك بحث زي جوجل ده كان حلم كبير جدا من أحلامنا في مصر إنه بقى عندنا محرك بحث مصري بامتياز إيه القصة الخاصة بمحرك بحث Redafix؟ القصة بتعود لأكتر من خمس سنين إن إحنا كنا لما الدولة المصرية كانت بتنظم منتجات الشاباب وكده كنا شايفين إن إحنا بحاجة لمحرك بحث يهتم بالهوية العربية ويهتم كمان بالأخص بالهوية بتاعتنا كمصريين مشروع تطوير محرك البحث خاد أكتر من وقت كبير لأنه كان التركيز كله نحن نعمل خدمة فعلا الناس كلها تحب نهاية تستخدمها بالأخص نهاية تستخدم كمان الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناع بحيث إن إحنا نخصص نتائج البحث أو Customization نتائج البحث على حسب استخدام كل الـ Clients بتاعنا أو الـ Customers كمان الـ Search Engine مع الوقت بتاعنا نحن ندفولوب الفكرة نحن نحولها من مجرد بحيث إن إحنا نبدأ نحقق منها Revenues أو أرباح سواني بس وإحنا نحقنا يعني الـ Application نزلت على طول وابتدت على طول تطور فيها من قبل ما لست لا لا أخذت وقت طبعاً أخذت وقت طبعاً أخذت وقت طبعاً أخذت وقت طبعاً أحسنك على طول على طول على طول لا لا أوكي تمام إحنا بدأنا في يونيو 2018 كنا قعدنا مع المهندس يسر القضي كان وزير الاتصالات وتترجى المعلومات وساعتها إدانا كده زي بروميس إنه قال لنا إنه أنتو الفكرة بتاعتكو كويسة بس محتاجة نوع من الإنكيوبيشن أو الاحتضان لأن إحنا كان محتاجين بعض الإكسبرينس ومحتاجين كمان كونسلتيشن استشارات في البزنس عشان نقدر نحن نتوسع بالبزنس بتاعنا بعد ما عملنا محرك البحث في 2018 بدأنا إن إحنا نستقبل أول عمل اللينا من خلال الدول الأفريقية ومن المنطقة الشرق الأوسط بعد كده في 2020 بدأنا إحنا عايزين نحول بقى المشروع بتاعنا ده لنبقى نعمل شركة ونخط عندنا برنامج إعلاني بحيث إن إحنا نبدأ نستفيد من محرك البحث بتاعنا ونحقق منه أرباح عملنا في عنا البرنامج الإعلاني محرك بحث مصري أو عربي إزاي يقدر يجذب عدد كبير جدا إن هما يروحوا للمحرك ده أكيد طبعا يبقى في اسم ريديفكس ده زي جوجل أو غيره أكيد دي مهمة صعبة جدا إنك تحط محرك بحث خاص بيك ويبقى قادر إنه يقدم الخدمات والمعلومات لكل اليوزرز أو المستخدمين يعني أنا أعتقد إن المونس أحمد مركز أكتر على إن المحرك البحث ده يستخدم في يعني ويب سايتس معينة كوميرشل إي كوميرس وحاجات كده بس هو طبعا يقدر يكلم يقدر يكلم عن يعني حاليا إحنا استبدلنا البزنس موديل بتاعنا بدلا ما يكون محرك البحث هو جنرال كومبيتشن توجوجل أو ينفس المنفسين التانين بدلا نخلي المحرك بتاعنا أنه يفوكس أكتر على مواقع الإلكترونية فأصبح أنت كده تقدر فعلا تستفيد من محرك البحث وتحقق منه أرباح تمام؟ النقطة التانية أننا المحرك بتاعنا عملنا فيه بعض المزايا التنافسية فعلا هي تخلي الناس يعني تسيب جوجل أو تسيب بعض المحركات البحث التانية أو بالضبط أحد المزايا التنافسية دي كانت حاجة كما نسميها هاي إفشينسي كومبريشن ودي كانت ورقة بحثية نشغلين عليها واحدة واحدة بقى ترجم لك هاي إفشينسي كومبريشن دي تقنية اسمها تقنية الضغط عالي الكفاءة الهدف من التقنية دي نحن بنضغط ملفات الفيديو اللي هي الفور كي أو ملفات العالية جدا زي اليوتيوب أو الحاجات دي كلها في أحجام صغيرة جدا احنا هنا مش بنضغط الكواليتي بتاعت الفيديو حنا بنضغط الحجم الملف نفسه يعني فرضا أن مثلا فيه جيم أو فيه لعبة حجمها 10 جيجا بايت 10 جيجا فده ممكن ياخد مني هنا ياخد وقت كبير جدا فأنا باستخدام التكنولوجيا بتاعتنا دي إن احنا نقدر نضغط الملف ده في حجم ملف حجمه 2 ميجا أو 3 ميجا بايت وبعد ما الكلينت بيحمله ويفك الضغط بتاعه بيلاقي إن الملف ده فعلا هو حجمه 10 جيجا بايت دي حلوة في إيه إن احنا ممكن نحل مشكلة الإنترنت في مصر مشكلة الإنترنت في العالم قدرنا نستقبل زيارات كتيرة جدا لما حطينا الميزة التنفسية دي عندنا كمان حطينا تقنية سيرش وي إيمج دي بحث بوسطة الصور وهي فيها إكويرسي أو فيها دقة عن جوجل شوية فكان الكلينت ممكن هو يرفع الإيمجز أو الصور اللي عنده فيجيب نتائج البحث المتعلقة بالبحث بالصور وكمان حطينا تعليقات على نتائج البحث وعملنا بعض يعني حاولنا نحنا إمبروف التكنولوجي بتاعتنا بحيث نهاية التكمبيتشن تو أزر سيرش أنجين طبعا طيب خلينا بقى نتكلم معيك بشواندس هايسا إحكاية الـ HNE EV Network يعني التطبيق ده بيعمل إيه؟ هيقدم إيه بشكل مبتكر؟ فكرة أصلا شاحن للسيارات اللي تشتغل بالطاقة الكهربائية بـ Application إحكي لنا التفاصيل الفكرة بتعمل إيه؟ إحنا بدأنا تقريبا من سنتين ونص تقريبا في الأول كنا عايزين ننتج شاحن معمول متصنع في مصر وديفالبت في مصر فبدأنا نعمل شاحن طبعا الشواحن فيه منها كذا نوع المتوسط السرعة والسريع جدا السوبر فاست وكده فإحنا بدأنا الأول نعمل الشواحن اللي هي الـ Level Tool متوسط السرعة وفعلا أنتجناه في مصر من سنة تقريبا وبدأنا نبيع فيه وكان هو أول شاحن ذكي تقدر تتحكم فيه وتمونتر الشاحن بتاعك من خلال الـ Application اللي احنا عاملينه وبعد كده لسه من شهرين قدرنا نوصل أن احنا الشاحن بتاعنا مطابق لبروتوكول عالمي بحيث أنه هو بيخليه فيه مواصفات وفيتشارز معينة بحيث أنه يبقى فيه Smart Charging بحيث أنك تقدر تشوف حاجات فيه كتير بالنسبة للشخص اللي بيشحن بعد كده عملنا زودنا في الـ Application بتاعنا كنا عايزين نخلي إحنا دايما بنسأل نفسنا إزاي نخلي الناس الأسئلة اللي عندها في دمخها إزاي التنك تشتري عربية أو تشحن فين أو إيه نوع الـ Network نوع الشارجر اللي لازم يستخدمه العربيتك فإحنا دايما ده اللي بيمنعك كصاحب عربية محتمل أنك تجيب عربية كعربية عندك الأسئلة دايما فسنا مش لاقي إجابات عليها أه أشحن فين وكلام ده كله فإحنا بدأنا عملنا الـ Application بتاعنا زودنا فيه الـ Feature أنك تلاقي كل الشواحن اللي في مصر وتفلتر على النوع بتاعها والـ Connection من أي شركة شحن موجودة فدلوقتي هو دلوقتي الـ Application بالـ Feature الجديدة دي بقاله شهرين في الماركت ده هيتيح أكتر فرصة لكل واحد ممكن زي ما قلت محتمل يجيب سيارة أو عربية بالطاقة كعربية أنه يشتري العربية لما يعرف الأماكن وطرق الشحن بالضبط لأنه حتى برا دايما الشخص اللي عنده حتى عربية أو اللي بيفكر هو خايف في الأول بيقولك أنا مش هلاقي أماكن شحن لكن في مصر دلوقتي مثلا فيه تقريبا 200 محطة شحن فيهم 700 شحن فأنت عندك في مصر تقريبا دلوقتي 700 شحن في كل المحافظات طبعا أكترهم في القاهرة لكن لسه الموضوع محتاج يكبر أكتر من كده بكتير يعني مثلا في أوروبا فيه أكتر من 100 ألف شحن يعني لسه شوية بس على قل دلوقتي الناس قادرة تشوف الشواحن وتقدر تطمن شوية يعني الابليكيشن الهدف منها التعرف على أماكن الشحن ولا بتعمل شيء ما كمان له علاقة بالشحن هي الابليكيشن فيها أنك تتعرف على أماكن الشحن وأنواع الشحن لأن فيه كونكتورز بطرق معينة وكمان ممكن تستخدميه عشان تشحني الشاحن وتشوفي السيشن بتاعتك بس الشاحن اللي إحنا منتجينه حاليا جميل طيب مركز الإبداع التكنولوجي ومسابقة ستارتوب يعني عايزين نتكلم أكتر ممكن تساعدكو إزاي لأنه الهدف أو الفلسفة من المسابقة دي إنها تدعم الشركات الناشئة مش بس تتبنى الفكرة لا إن أنا أقدم لك دعم ويتحول فكرتك إلى مشروع حقيقي أو إلى شركة ناشئة أكتر حاجة شايف إن هي مفيدة دينا من برنامج ستارتو اي تيك كانت إن إحنا محتاجين خدمة كلاود إن إحنا كسرش إنجين كنا محتاجين في وقت ملاقات إن إحنا نغير الكلاود راح نشغالين عليها فدي من ضمن المزايا اللي بيقدمها تيك متمثل في البروجرام بتاع ستارتو اي تيك في حيث إن إحنا ناخد كلاود بنتكلم في خمس تلاف أو ستلاف دولار ده كان كوست كويسة بالنسبة لنا إن هي تخلينا إحنا نوسع البزنس بتاعنا أكتر كمان كونسلتيشن لو إحنا عايزين ناخد استشارات في البزنس استشارات في ليجل الحاجات دي كلها كمان بيسهلونا الوصول للإنترناشنال كونفرنس أو المؤتمرات الدولية والحاجات دي كلها وده بينعكس علينا بشكل إيجابي إن إحنا بنوصل لأكتر عدد من الكلائنس كمان ممكن نعمل نتواركينج أو تشبيك مع الإنفستورز والحياة لأ يعني أكتر حاجة إن هو فعلا بروجرام جميل وبنصح إن أي حد من الشباب اللي عايزين يبدأوا البزنس بتاعهم إن هم طبعا يقدموا على ستارت اي تي طيب بعد أما يعني عملنا المحرك البحث بتاعك ياوش مهندس نقدر بقى نعمل يعني تزاوج ما بين الأبليكيشن نستخدم التكنولوجي اللي إحنا إحنا اللي عاملينها نستخدم التكنولوجي بتاعت بعض يعني الأبليكيشن بتاعتك في السورش بتاعها بتدخل على السورش أنجين بتاع المهندس أحمد ويحصل بقى العكس يعني في استخدام لحاجة بعض ولا لا لسه كلها حاجات في إطار التجربة هو إحنا لسه يعني لسه يعني بدئين مع بعض في الإنكيبيشن سنتر لسه بقى أن من أول السنة فلسه بنتعرف على بعض وفيه أربع شركات يعني كيسبوف دي فلسه بنتعرف على شغل بعض يعني وطبعا هيبه فيه كولابريشن ما بيننا يعني إن شاء الله الذكاء الاصطناعي هنا زي بيتم توظيفه في محرك بحث ريدفكس احنا كنا عندنا المحرك البحث بتاعنا لما استخدمناه كان أول حاجة وكنا نستخدم بعض الخورزميات عشان الشخص يقدر يبحث أو يستفيد من نتائج البحث الموجودة ومع الوقت قررنا نحن نطور حاجة بنسميها لانجوستيك موضلز أو نمازج الزجاء الاصطناعي ونمازج اللغوية لانجوش موضل ده عنده القدرة أنه يفهم السياق بتاع البحث يعني مش مجرد أنه هو بيعمل ماتش ما بين كلمتين لأ ده هو بيفهم السياق لدراجة أنه كمان عنده القدرة أنه هو يتنبأ بالكلمة التالية من اللغوية ده النوع ده كان الاصطناعي بقى اه ده بالزبط اوكي الفونكشن نفسها كارتفاشل انتليجنس هو مجال كبير جداً بس أنا تخصصي أكتر في الاي اي في حتة الانجوش موضلز أنه احنا بنطور نمازج ذكاء اصطناعي وكمان بنستخدم الماشين لرنينج أو التعلم يدينا مثال كدة باش مهندس ازاي مسال一个吗 يمر لي بين كلمتين بسياغ الصياق وينديني المعلومة على سبيل المثال دلوقتي في ملف بيβ مصلا ده موجود في احد الموقع الإلكترونية وأنا حبيت أن أصل لملف البدف ده ملف البدف ده لإما أبحث بالاسم بتاع الملف أو أنه لازم يكون معي بعض الكلمات المرتبطة بالمحتوى وي dumbbell من جرها في العادي لملف البدف بيكون leagues كتيرة جداً من ماختب physiological Hugrid بتاعنا بتكتب الكلمة على سبيل المثال مثلا عهد محمد علي عايزة عرف معلومات عن عهد محمد علي مثلا ودي حاجة تاريخية فالمستمد ده ممكن يكون ألف بيجيس ألف صفحة فأنا عشان يجب بالزبطة فبيجيب لي إما بيجيب لي عنوان عنوان تايتل كده أو ويب لازم أن ويب سايت أنا لازم أن أقرأ فيه أو أن هو بيجيب لي بعض الدسكريبشن البسيط هنا أنا بجيب الصياق من داخل ملف البيدي إف نفسه يعني أنا بجيب مش مجرد أن هي كلمة بيطابق ما بينها لأ ده هو بيفهم الصياق نفسه يعني هو الزكاء الاصطناعي فاهم معنى الكلمة اللي الواحد بيبحث عنها مش مجرد أن هو بيطابق كلمة من كلمة في قاعد البيانات يعني ده كمثال طيب الفكرة كلها قائمة على إيه إن إحنا نستخدم الزكاء الاصطناعي ونستخدمه وفي إن إحنا نعيد تقديم الحاجة اللي إحنا عملناها بشكل يكون يساعدنا على الانتشار أكتر يعني إيه اللي هيخلي حد من بره يعرف عن القاب بتاعتنا ويبتدي يستخدمها إزاي حنقدر نبروموت الموضوع وإزاي حنقدر نروجله بحيث إن إحنا ما نبقاش بنكلم بعض وبنكلم نفسنا وبس لا هو إحنا ما هي يعني أنت في الأول بتبدأي طبعا لوكالي واحدة واحدة الموضوع بيزيد وإحنا عندنا بلانز إن إحنا نطلع يعني بر مصر كدول خليج وفي أفريقيا عشان يعني واحدة واحدة مع انتشار العربيات الكهرباء لأن هي في مصر لسه أقل من واحد في المية حاليا يعني واحدة واحدة يعني step by step يعني هستخدم الأبليكيشن وأنا موجودة لو أنا سفرت ومأجارة عربية في الحركة ومثلا باتقل بتمش إحناها هستخدم بقى حرف الأمال لازم تعرفي الأبليكيشن لبرة طبعا يعني فيه أبليكيشن موجودة برة حاليا لكن كل بلد فيها الأبليكيشن بتاعتها تماما طيب حيكون في حضنة أعمال من جانب المركز لدعم الأفكار دي فكرة كلمنا أكتر عن تفاصيل حضنة الأعمال دي ممكن تعمل إيه وتقدم لكو إيه وتقدم كمان لغيركو اللي عايزه شارك في مسابقة start IT أنا شايف أن حضنة الأعمال مهمة جدا لأن هي بتحتضن المشروع يعني نعتبرها كده أن هو إيه بالضبط حد بيحتويك في بدايتك لأنه ده مهم لأنه بيساعدك على إزاي أن أنت تفهم أنت مشروعك ده هتروح بالفين بيوفر لك إيه يعني إيه الحطوات اللي يريدها أوكي أنا خليني مثلا لما أنا جيت أقدم على البروجرام start IT أنا كنت مهتم بيه جدا أول حاجة أول ما شفت البروجرام ظهر قدام على السوشيال ميديا قررت أن أنا أريد أن أقدم على البروجرام بحيث أن أستفيد من السوشيال اللي يقدمها فالكلام ده من السنة اللي فاتت طبعا فكنت قدامي دلوقتي حالة من الاتنين أن أنا أدور على إنكيوبيتر تانية أو أنا أدور على إنكيوبيتر فيها فعلا السوشيال اللي أنا محتاجة فده لقيته موجود في start IT زي مثلا حتة أن هو يديني استشارات حتة أنه يديني مكتب مكتب إداري قدر أشتغل منه فده بيوفر عليها كوست أو إيجارات يعني على عكس ما أنا أشتغل من مكان تاني جمان أنه هو بيحطني في قلب القرية الزكاية في السمارت فيلج في ده بيديني حاجة كويسة الترست أو ثقة للكلاينس اللي هيتعاملوا معي أو البرترنر شبس طيب يقدم لك الحاجات دي بعد إيه؟ يعني إيه المعايير اللي تخليه يقول لك أنا خلاص هقدم لك الخدمات دي طيب إحنا ما بنقدم البروجيكت بتاعنا في العلويب سايت أو بنقدمه في الفورم بنقدم البيزنس بلان بتاعتنا البيزنس بلان دي طبعا خطة العمل دي بتاعتها وعلى كل التلزل خاصة بالبروجيكت بتاعنا أو الستارتر بتاعتنا من أول النموذج المالي كمان إيه هو البيزنس موديل بتاعنا إزاي أننا هوصل للكلاينس بتوعي إزاي أنه هسوأ لنفسي إزاي هتوسع كمان بيشمل إيه الأهداف خلال فترة الاحتضان وما بعد فترة الاحتضان دي من أهم المعايير اللي بتبني عليها إذا كان المشروع ده فعلا يستحق بالإضافة كمان حتة الانوفيشن يعني في ستارت اي تي دايما بتدور مش على أي حاجة ابتكرة طبعا حاجة جديدة لأنهما مش عايزين نعمل ترادشنال بيزنس احنا عايزين نعمل حاجة فيها نوع من أنواع ريادة الأعمال لأنه احنا عايزين مشاكل حقيقية لبلدنا وعايزين مشاكل حقيقية للسوق العالمي فهذه الفكرة بشمهندس أنا عايزة أعرف ده المسابقة معمولة فقط للناس اللي اتخرجت وبقالها فترة شغالة ولا أنا مهندس وعندي فكرة في مخي وبتايت أشتغل عليها ولسه طالب بالهندسة وعايز أفتح مجال وسوق مختلف أقدر أشتغل فيه لا أعتقد فيه ممكن تقدمي فيها لو أنت لسه يعني لسه بتدرس يعني أو لسه بيدرس بس المهم يبقى عندك فكرة وانت يعني شايف لها يعني عامل يعني بيزنس بلان مبدئي وعارق يعني شايف السوق هيوصل لإيه فآه يعني أعتقد أنك ممكن تقدمي وانت في الكلية بس المهم أنت شايف الفكرة بتاعتك دي هتوصل لإيه وعندك يعني بيزنس بلان ومايل ستونز انت حتحققها في خلال مثلا السنة اللي هي بتاعت الاحتضاء شمهندس أحمد تكلم من شوية فكرة مهمة جدا فكرة التشبيك قلت المصالح ده بالضبط فكرة مهمة جدا التشبيك لأنه إزاي فكرتي وفكرة مهندس هايسم وأفكار غيرنا من الشباب المبدع والمبتكر يحصل تشبيك ما بينها يحصل ترابط فكرة أننا ممكن أقدم لك خدمة أو أنت تقدم لك خدمة وبالتالي بقدم حلول ابتكارية جديدة لمشاكل كتير موجودة في المجتمع أكيد طبعا هو بغض النظر عن الظروف الاقتصادية بيمر بيمر بها العالم كله كلنا دلوقتي كستارتوبس أو رواد أعمال بنبدأ أن ندور إزاي أننا نقدر نفيد بعض أنا مثلا على سبيل مسائل أنا ممكن أفيد باش مهندس هايسم في حتة الارتفاشل انتليجنس لو أحتاج بعض التكنيكس الحاجة معينة في الإي آي دي أنا ممكن أفيده بيها لجأتلو ولا لسه لجأتلو لسه شوية لسه لسه بنجال بحيث أنه أنا أنا ممكن ده كتبتو حتى الزمالي اللي هو موجودين معنا في البروغرامز المختلفة في تلك قلت لهم أي حد محتاج أي حاجة أي مساعدة خاصة بالتكنولوجي أنا ممكن أقدمها حتى فور فري ما فيش مشكلة خالص بس الفكرة أن أنا أساعده على الفكرة مش أن الواحد يدور على مجرد إنفستو خلاص لا أنت بتدور أن أنت إزاي تساعد زميلك أن هما يتوسعوا بالبيزنس بتاهم أسرع وكمان أن أنا مقابل لأنا هفيدهم بدا أكيد برضو أنا هلاقي حد يفيدني وممكن لقيت برضو في تيك كان في أحد الشركات في أحد البروغرامز زي الكوروكينج سبيس الشركة اسمها أوفر تايم وقرارهم هما يعملوا معيات ديل في حتة الماركتينج فده يسهل علي قوصتي كتير جدا نحن ندور إزاي نحن نخفض التكاليف عشان نقدر نتوسعه بس هي نقطة برضو التشبيك الناتوركينج برضو بجانب الناس اللي شغالة معاك هي برضو أكيد فيها برضو تشبيك يعني إن شاء الله في المستقبل تشبيك مع عملة أو هيئات أو عملة أنت ممكن تشتغل معهم بعد كده ممكن يبقى مع مستثمرين يعني البرنامج يعني دي واحدة من الحاجات اللي هو حيوفرها يعني في خلال السنة طبعا بعد ما تأتشيف مائل ستونز معين طيب إحنا متخيلين إحنا ممكن خطتنا المستقبلية تكون إيه يعني أكيد مش هنقف عند ستارت آي تي بعدها هنعمل إيه علشان الشغل بتاعنا يستمر ويكبر ويبقى مختلف احنا بالنسبة لنا إحنا عايزين نطور الشاحن بتاعنا يعني نعمل شواحن بموديلز معينة أكتر ونعمل شواحن أسرع كمان وعايزين نعمل برضو يعني القاب بتاعتنا عايزين أنها تتوسع في السوق المصري بحيث أنها فعلا أي حد عنده سؤال عن عربية الكهرباء أو الشحن يلاقيها من خلال القاب وبعد كده عايزين نطلع لبلاد تانية يعني أنا جالي قريبا من بلاد زي الأردن مثلا عندهم الموضوع متوسع جدا بس طبعا أنا مقدرش أصدر حاليا عشان المطلوب يعني ده الخطوة اللي جاية لنا إن إحنا نعمل موديلات جديدة ودايما نبقى يعني أهد شوية في الماركت شبهانتس أحمد أخلامك إيه ومستقبل الريديفكس أنا حلم أن أعمل شركة ملتي ناشنال مش مجرد أن أنا أكون موجود حتى في السوق يعني السوق أو مينا ريجنال يعني بشكل شردنال شايف أنني نفسي توسع خارج قرية أفريقيا وخارج منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الميديل إيست وأن أنا أشوف أسوق جديدة في منطقة شرق أسيا بحيث أنه مش عايز أن أنا أعمل مجرد براند عادي وخلاص أو أن أنا أعمل شركة تقليدية لأنا عايز أعمل شركة فعلا تتشينج أولد نهي دغير العالم وتكون فعلا نحن نقول أنه في يوم من الأيام في شركة مصر اسمها ريديفكس طلعت من مصر وتشجع أي حد في منطقة الشرق الأوسط بالكامل أو في أي مكان في العالم أنه هو يعمل زينا وهكذا يعني جريد دريم يعني ريديفكس اسم المحرك ريديفكس اسم بقى الأبل الخاص بشواحن H&E EV Network كل التوفيق ليكو بنبرك لكو مرة تانية مهندس أحمد علي والمهندس هيسم نبيل الفائزين في مصابقة ستارت IT برعاية وزارة الاتصالات نورتونا وشرفتونا شكرا